أعلنت تعزيز المشروع المشترك بين أدنك والقابضة ترسية عقود بقيمة 7 مليارات 340 مليون درهم لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لعدد من مشاريع البنية التحتية الأساسية التي تدعم منظومة الشركة للكيمويات والوقود الانتقالي قيد التطوير في مدينة الرويس الصناعية في منطقة الضفرة في إمارة أبوظبي ومن المتوقع أن يتم إعادة توجيه نسبة كبيرة من قيمة العقود إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج أدنك لتعزيز المحتوى الوطني مما يساهم في تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي في منطقة الضفرة